لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة ويستمر الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الرد على استدلالات المتكلمين فيقول وأما قولهم ما لم يكن علما فهو شك وظن والعلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة أو استدلال قالوا والدينات لا تعرف صحتها بالحواس ولا بضرورة العقل فصح أنه لا تعرف صحتها إلا بالاستدلال فإن لم يستذل المرء فليس عالما وإذا لم يكن عالما فهو جاهل شاك أو ظن وإذا كان لا يعلم الدين فهو كافر قال أبو محمد فهذا ليس كما قالوا لأنهم قضوا قضية باطلة فاسدة بنوا عليها هذا الاستدلال وهو إقحامهم في حد العلم قولهم عن ضرورة أو استدلال يشير إلى قولهم في تعريف العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة أو استدلال فيقول ابن حزب رحمه الله تعالى أنهم أقحموا في تعريف العلم وفي تعريف حد العلم قولهم عن ضرورة واستدلال يقول فهذه زيادة لا نوافقهم عليها ولا جاء بصحتها قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا لغة ولا طبيعة ولا قول صاحب ثم يعرف ابن حزب حد العلم على حقيقته أنه اعتقاد الشيء على ما هو به فقط اعتقاد الشيء على ما هو به فقط فكل من اعتقد شيئا على ما هو به ولم يخالجه شك فيه فهو عالم له وسواء كان عن ضرورة حس أو عن بديهة عقل أو عن برهان استدلال أو عن تيسير الله عز وجل له وخلقه لذلك المعتقد في قلبه ولا مزيد ولا يجوز ألبت أن يكون محققا في اعتقاد شيء كما هو ذلك الشيء وهو غير عالم به وهذا تناقض وفساد وتعارض وبالله تعالى التوفيق ثم قال ابن حزب وهو يرد على استدلالهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساءلة الملك يقول هذا لا حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم كما هو لمجرده لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال فيه فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو رسول الله ولم يقل صلى الله عليه وسلم فأما المستدل فحسبنا فوز المؤمن الموقن كيف كان إيمانه ويقينه وقال صلى الله عليه وسلم وأما المنافق أو المرتاب ولم يقل وأما غير المستدل فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فنعم هذا قولنا لأن المنافق والمرتاب ليس موقنين ولا مؤمنين وهذه صفة مقلد للناس لا محقق فظهر أن هذا الخبر حجة عليهم كافية وبالله تعالى التوفيق وأما قولهم إن الله عز وجل قد ذكر الاستدلال في غير موضع من كتابه وأمر به وأوجب العلم به والعلم لا يكون إلا عن استدلال فهذه أيضا زيادة أقحموها ويقولهم وأمر به أن الله ذكر الاستدلال في القرآن وأمر به فيقول ابن حذم وهذا لا يجدونه أبدا ولكن الله تعالى ذكر الاستدلال وحض عليه ونحن لا ننكر الاستدلال بل هو فعل حسن مندوب إليه محضوض عليه كل من أطاقه لأنه تزود من الخير وهو فرض على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق نعوذ بالله عز وجل من البلاء وإنما ننكر كونه فرضا على كل أحد لا يصح إسلام أحد دونه هذا هو الباطل المحض وأما قولهم إن الله تعالى أوجب العلم به فنعم وأما قولهم والعلم لا يكون إلا عن استدلال فهذه هي الدعوة الكاذبة التي أبطلناها آنفا وأول بطلانها أنها دعوة بلا برهان وبالله تعالى العزيز الحكيم نتأيد قال أبو محمد هذا كل ما شغبوا به قد نقضناه والحمد لله رب العالمين فسقط قولهم إذ تعرى من البرهان وكان دعوا منهم مفترا لم يأتي بها نص قط ولا إجماع وبالله التوفيق قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين